في مصدر في حركة طالبان أعلم أن المولة عبدالغني برادر نائب رئيس الحكومة ورئيس المكتب السياسي غادر إلى قطر ووصل قطر صباح اليوم عشان يدعو بعض الدول للحضور مين بقى الدول اللي على قائمة أو على رأس قائمة الحضور زي ما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان عندنا روسيا اللي قلت لحضرتك كانت في البداية مع حركة طالبان ما سحبتش السفير شوية تراجعت لورا وقالت لا ده طالبان مازالت إرهابية شوية وقفت مع الحركة وقال السفير الروسي في كابل أن طالبان لا يمكن هزيمتها شوية رجعت تاني وقالت لسه الموضوع بدري شوية مبعوث الكريملين قال نقف مع طالبان في خندق واحد أول مبارح قاله خلاص نعترف بالأمر الواقع في أفغانستان ونقف مع الحكومة المستقبلية فكانت أول المدعوين المدعو الثاني طبعا الصين اللي من أول الناس اللي سلمت ووقفت مع الطالبان أو مع التحول الحادث في أفغانستان قلت لحضرتك قبل كده أن روسيا والصين بيحطوا رجلهم مكان ما بتشيل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ترفع قدم من سوريا تضع روسيا مكان القدم ترفع قدم من أفغانستان تضع روسيا بمعاونة الصين القدم مكان القدم فكانت روسيا والصين أول المدعوين بعدها باكستان اللي شفنا انحياز الحكومة الباكستانية خلال الفترة اللي فاتت للتحول أيضا الحادث في أفغانستان بالإضافة إلى إيران اللي حتى الآن موقفها شاية في حياد بطبيعة التغير السياسي اللي حاصل في إيران ولسه ما فيش رؤية واضحة عند الرئيس الجديد وأخيرا قطر والدور الكبير اللي الكل بيثمنه لقطر سواء كانت أمريكا أو أفغانستان أو روسيا أو الصين الفارس أو فرس الرهان في عملية المصالحة واللي استطاعت تشغيل مطار كابل خلال الأيام اللي جاي ترجمة نانسي قنقر